السلام عليكم كيف حالك اواش مقطع اليوم راح نتكلم او نشرح لعبة هيتمان سنايبر راح نشرح كل شي اللعبة توها نازلة فراح تكلم عن كل شي لين تعرفون اللعبة بشكل كامل اتمنى انك تضغط لاك واشتراك كلها من هذا انك تنشر الفيديو وخلونا نبدأ الشرح بسم الله زي ما تشوفون في البداية راح يعطونك تعليم اللي هو تدريب اللي هي المرحلة هذه اول مرحلة يعطونك تدريب تتعلم وبعدها بتفتح عندك الصفحة هذه راح نشرح اول ثلاث خيارات يسار عندك اول ثلاث اللي هي الشخصيات زي ما تشوف اه في اللعبة موجود ست شخصيات مع اللفل مونتكاتر فاللفل راح تفتح الشخصيات هذا الرانك مثل ما تشوفون لو ضغطت هنا تجمع مثلا يقولك اجمع خمسة وسبعين من التاج راح تفتح الشخصيات هذه وتجمع بس النقاط وراح تاخذ اللي هي الشخصيات فوق هذا فلوس بعد فعندنا اول شخصية مثلا اللي هي هذه راح تكون معك اللي هي شخصية تنايت راح تكون معك وبعدها راح تفتح الشخصيات على حبة حبة فعندك مثلا الشخصية هذي مثل ما تشوف الولا تضغط عليها اه الذهب فايدتك كله اللي عليك انك تطور شخصياتك او تطور سنايبر حقتك مثل كذا شوفونا انا مركبة لها اللي هي القطح هذي يمديك تطورها اه بالذهب ناس كده مثل ما تشوف هذه فايدة الذهب بكل اختصار اللي هي انك تطور سنايبر حقتك وكل الشخصية بيكون لها اللي هي مهارة خاصة مثل ما تشوف المهارة هذي لما تستخدمها راح تستخدمها قدام ان شاء الله خلوني نشرح بس عندنا الشخصية هذي ابو خاشم مكسور حاط لف على خاشم ما تشوفون اه بعد لها مهارة خاصة هذي كامل الشخصيات اللي يمديك تستخدمها مع مميزاتها والمهارات حقاتها هذي كامل الشخصيات كذا خلصنا من موضوع الشخصيات عندك الخيار الثاني اللي هو المتجر المتجر بعد يمديك انك تصرف اللي هي الذهب في المتجر بعد تشتري اللي هي قطة تطوير السلاح او تشتري اي شي تحتاجه عندك الرسائل اذا مثلا الشركة رسلت هدايا او شي راح توصل لك مثل ما تشوف اول ما حملت اللعبة اعطوني اللي هي المكافأة هذي اربع الاف ومية جهرة عندك الثلاث نقاط اللي فوق يمين لو ضغطنا عليها مثل ما تشوفون هذي يطلع لك الاددات يعني الاددات شي خفيف وبسيطة يعني الحين خلالنا نشرح اللي هي القائمة هذه او القائمة اللي هي طور القصة راح نلعب بعد شوي اللي هي كل كل زعيم له مهمات الخاصة فلما تخلص من الزعيم هذا تروح عند الزعيم الثاني وتجمع جميع المهمات حقته الطور الثاني اللي هو انك تلعب ضد واحد زي ما تشوف ثلاث اطوار هذا كل ما تلعب يعطيك ذهب ومثل ما تشوف يعني تلعب ضد لعب ثاني السالفة انك تضيف خويك او تلعب مع خويك ما فيه الى الحين ممكن مع التحديثات راح يضيفون الخيار هذا نظام الولاين هذا هو مثل ما تشوف زي ما تشوف واحد ضد واحد اعلى واحد يجيب نقاط هو الفائز بكل اختصار عندك اللي تحت اللي هي المهمات عندك المهمات العادية هذه يعني تخلصها بسرعة وهذه مهمات الشخصيات مثلا يقول كلا بالشخصية هذه وخلص خمس مهمات وراح تاخذ المكافأة وهذه المهمات الاسبوعية زي ما تشوف انجوم هذه النجمة البيضة الفائدة منها لما تجمى 300 مثل ما تشوف لما تجمى 300 على طول يعطونك اللي هي الشنطة البنية هذه وفيها قطة عشان تطور سنايبر حقتك كل يوم يعطونك اللي هو مثل ما تشوف يمين كل يوم يعطونك اللي هو باكج مجاني يمليك تستخدمه خلونا الحين ندخل على طور القصة ونشوف نظام اللعب مثل ما تشوفون الشخصية هذه مطلوب منك أربع مراحل بس تخلصها وراح تواجهها اللي هي الزعيم المطلوب في عندك اللي هي يمين الخيارات مثل ما تشوف يقولك لما تكمل المهمة وانت حاصل على ألف نقطة راح نعطيك اللي هي 15 جوهرة يعني يحسبها كلها راح تطلع لك 30 جوهرة يعطونك وهنا بيعطيك اللي هي المهمات اللي يقولك مثلا يذكرها لك وانت قاعد تلعب مثل ما تشوف هذه اللي هي الفان والفرس هذا وعداد الكهرب وهذا راح نلعب ونشوف واش راح يصير هنا يمديك تختار الشخصية كل ما زاد البرق اللي هي هذا كل ما صارت الشخصية أقوى لك مثل ما تشوف في ملاحظة مهمة تلاحظون تحت اللي هو يقول الطاقة اللي ننصحك بها اللي هي خمسة تشوفون طاقة يعني 22 يعني عادي مدين يخلص المهمة نبدأ ونشوف واش راح يصير زي ما تشوفون اليسار اللي هي الناس المطلوبين مثل ما تشوف وعندك اليمين اللي هي المهمات الإضافية تضغط الحين شلون تعرف المهمات الإضافية اللي هي عليها نجمة مثل ما تشوف اللي عليها نجمة هذه تعتبر لازم انك تخلصها تواني بس هذا توقع ها راح يروح هناك يعني العداد مطلوب لا 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 ارجع ارجع ايوه واحد ثلاث خلاص احلين اول مهمة مطلوبة فباقي الفان بس وهذا تراه مطلوب اللي عليها علامة البرتقلية تراه مطلوب نشوف ما يسمعون المشكلة شافة شافة يموت خلنجرب ايوه مات اشوى هذا حق الفان الحين راح نخلص حق الفان يلا راح لفاني وحش على طول لما تطلق عليه على طول يدخل بالفان ويسكر عليه تلقاي يعني ما احد يكفتك شوفوا النقاط تفوق وصلنا 2855 باقي هذا بس تعال بصرا بصرا هذا لما نذبح بعد يعطونا اللي هي مكفاة اكثر راح ملح باقينا اللي هي المهمة هذي كما ضبطناها وش باقي وش باقي المشكلة انهم راحوا كلهم الضار انهم ماتوا كلهم فلما تشوف المهارة حقتك اللي هي مثلا لو فيه ثلاثة تشوفون اثنين هذولا شوفوا استخدم المهارة حقتك كذا ما تقدر تذبحهم هذول مواطنين عليهم تعجب لكن هذي يمديك تذبحها مثل ما تشوف فلو كانوا ثلاثة مثلا جن بعض وفعلت المهارة حقتك يمديك تكتلهم يعني بطلقة وحدة خلاص يموتون فهذه ميزة الشخصية اللي استخدمها زي ما تشوفون كملنا المهمة يعني كل شيء كملناه اللي هي المطلوب ان ناخذ ستمائة نقطة ونقتل جميع الاشخاص المطلوبين او الناس الموجودين الجنود والعميل هذا اللي نكتل زي ما تشوفون اعطوني ثلاثين جوهرة واعلى نقاط وصلنا خمسلاف يمديك تعيد المهمة اذا كنت مثلا اخطيت بشيء تعيد المهمة زي ما تشوفون افتحت عندنا المرحلة الثانية مثل ما تشوفون المرحلة الثانية هنا مثل ما تشوفون النسبة الثلاثة وثمانين فانا نسيت اللي هي هذي لو انفعلين هذي رح على طول ناخذ مية بالمية هذا النظام من قصة هذا النظام من قصة تلعب المراحل تخلص العميل المطلوب تنتقل على العميل اللي بعده وكل عميل اصعب من اللي قبله خلونا حين نجرب اللي هي الطورة الولاين عندك ثلاث مراحل فعلى سبيل المثال اتجرب هذا عشان باخذ اللي هي القطعة تطوير السلاح هنو قاعد يبحث على لاعب حصلنا اللعب هذا مثل ما تشوف المشكلة انه ما يمديك تسمي لاعبك ولا شي فاكيد انه مع التطويرات ومع التحديثات رح يمديك يكون لك ملف شخصي وحصاياتك وكل شي نريد نقتلع عميل هذا خلونا نخلص من هذه المشكلة تعال هنا بصراء 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 يلا 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 راح خلاص ذبحنا اللي كان مطلوب يا السلام كنت انا ساكت ما ودي يعلق عشان عشان انه ما يتحرك كنت خاف اتكلم ويتحرك ما المشكلة تعال 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 خلا بس يجي هنا لقم لقم بصراء بصراء لقمي لقمي يا نايت 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 بصراء 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 انت بترا اذا كفتوك يمديهم يرمون عليك يعني لا تقعد تقول انا قل ناص محد يدري يرمون عليك اذا كفتوك يمدينا فعل هذي مرة ثانية ايه يمدينا مات خلاص مثل ما تشوف هذه هي طورة اللعين المهم انك تجيب اعلى من النقاط حقته فهمت يعني مثلا هو 1400 انا جبت 2800 فافزت عليها لطول يعطونك اللي هي التاج هذا التاج هذا يرتفع فوق مثل ما تشوف وصلنا اللي هي تسعين تاج زي ما تشوفون توقع كذا فتحنا اللي هي الشخصية هذه فتحناها اخذ الشخصية مثل ما تشوفون ما فتحنا الشخصية هذه يقول اجمع ثلاثين كرت من الشخصية هذه عشان يمديك تفتحها لو جمعت مثلا خمس كروت للشخصية هذه اصبر 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 اشراها لكم بالتفصيل ندخل المتجر الحين ونشتري كرت هذا زي ما تشوفون ونروح مثل ما تشوفون ترفع اللي هي لفل الشخصية يطلب منك 2000 عشان ترفع لفل الشخصية ضغطنا كذا الشخصية صارت لفل اثنين مثل ما تشوفون فكل ما تجمع الكروت وترفع اللفل تصير الشخصية معك اقوى بس هذا كل شيان اللعبة اتمنى اجابكم المقطع رابط تحميل اللعبة راح اتركه لكم في الوصف وبس مع السلامة